موسيقى اليوم مش نحكي على قروين على الهيبت اللي قاعدة جي القروين وما فاما منها حتى شي لحوام العربية كلها طاحت ما قاعدتش كما قبل الديار كلها معظم الديار متسكرت ما فاماشي سوكين ناس كلها خرجت منها البلاد عنا نتكلمنا برشة مرات على الجامعة الكبيرة تكلمنا على الفاسقية تكلمنا على التراث الكل يخص القروين لكل الحق ما نلقي ناشي حتى فايدة دي ما جينا الفلوس دي ما جينا بيت نسمع بيها نسمع وفهم قرارات بش تخرج بش تصلح بش تقيده بش تعمل لكن الوضع هو هو مفاماش حات شاي المجتمع المدني في جي القروين عمل وقفة احتجاجية امام مركز التراث بالقروين من اجل السؤال وين جيت الهيبات السعودية في خصوص ترميم جامعة عقبة السؤال اندراء اللي يطرح نفسه على المسؤولي الجهوين والوطنيين زي ما استثنوا حد وين الفلوس يتصبت لترمية جامعة عقبة باش تعطي معنى رونق للجي هذية تو منذ 2017 السؤالات السعودية تطلب دراسة من المعهد التراث بالقروين وهذا كلام السيد المندوب الجاهو للتراث من 2017 حتى الان 2023 وما تحركوا الساكن نحن من حقنا كاهالي ولاية القروين اشباها كل هيبة جي لولاية القروين تطبخ خمسة سنين ولا قداش الفلوس مصبوبة وين الفلوس وين الفلوس معناها تونس كاملة انا نقول تونس كاملة قاعدة تطلب القروين خاطر القروين بلد عظيمة وبلد كبيرة اكبر من تونس اكبر من اكبر من يتصوروا في بينهم اي شنو بلد حضارة بلد اسلامية وينو تانيخل كل شي فاكوهونا راو لا خلونا حد شاي راو حبوا يخليونا على عظمها في البلد هذي حتى المولد يحبوا المولد عمنيه والرد وعملوه في المهدية شنو قالوا فاما مولد المهدية هي البلد الوحيدة اللي فيها المولد النبوي الشريف هي القيروان تعطيل كبير يسر كيفاش تجي اول عاصمة اسلامية في شمال افريقيا يودي باش تتخبيه وري ما تتخبيهش التاريخ ما يتفسقش يا راو يودي بلدها اقبر هي يودي بلدها بزمع البلوية راي كده تطلع للأوروب خاصة الخليج تقول تقول قروين ما تقول شتوس يا عاف قروين هي هالهبات اللي الجياذي عليش تعطيل هذي واحنا مقفنا معك سيد الرئيس وقلت عالقروين باش تأخوا متيحها والبنية التحتية مهلوكة اقدم جامعة في تونس كاملة في القروين حتى جامعة كبير يجي بعده متلات سنين جامعة لانصار في اكثر متلاتمية جامعة الحياة فام الحياة فام ظهرة الحياة